اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبدأ ياخد نقاط مرة أخرى في المجموعة وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي أنه يبدأ يخش الجيم مرة تانية بعد التعصر اللي كان موجود في مباراة الهلال ولكن يا كابتن هيا كانت مباراة تدارك الأخطاء اللي إيه بقى نحن كنا نتكلم أن النادي الأهلي لما يجيله فرصة كنا نتكلمتها مع حضرتك أنا وأيمن على قيمة الفرصة نادي الأهلي مباراة القطن جالك فرصة شوط لقيمة حسين شحات لو الكورة دي كانت جات كان مباراة تلفت بالشكل كبير ومكانش زباننا عنديه من الكلام مباراة سانداونز مباراة سانداونز يا كابتن إسلام أول المباراة لما كان نادي الأهلي بيضغط ضغط عالي على سانداونز وخطف الكورة أكتر من ثمان مرات لما كانوا هم بيحاولوا يعملوا بلد اوب من تحت النادي الأهلي برضو ما استغلش الحتة دي فصعب الماتش فالماتش ردبك فبتفضل أنت كرتم بدني بتفضل ضغط 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 لأشرة تسعين دي قفت اللي حصل بقى في الماتش بتاع القوتن الكاميرون هو موضوع مختلف في شكل كبير أول ثانية أول ما القوتن سانتر نادي الأهلي ضغط استرجع الكورة بالزبط في 12 ثانية خادر نادي الأهلي كورة في الثانية 40 حصلت الهجمة من ناحية الشمال اللي هي كانت كاربونا وكانت نمط معين بيقوم به مرس الكولر سواء على جانب الشمال أو على الجانب بين وأدوار قندوسي وأدوار التبادل المراكز اللي اتبقى ما بين الوينج وما بين الباك وشفنا نادي الأهلي في أول ديئة بيحرز محمد شريف الهدف وبعد كده يا كابتن إسلام نادي الأهلي رتم هدي خلاص بيلعب بسقة وبهدوء مش مستعجل على الحاجة جاب الجوني التاني وشفنا الناس كانت بتتكلم تقول إن أداء النادي الأهلي في الشوت التاني ما كانش بنفس الجودة بتاعت الشوت الأولاني أنا شايف يا كابتن إسلام إن أفضل حاجة عملها مارس الكولر في المباراة دي إنه هو هدى الرتم شوت تاني إنت كسبان 2-0 عندك ضغط مباراة بتلعب كل 3 يام مباراة فكويس جدا مش محتاج حاجة على العكس 3 قوات ومقسب الاقتصادي ده مهم جدا بالزبط كده يا كابتن إسلام فأنا أقولك عليه تجاري تجاري هي كانت تدارك الأخطاء إن إحنا لما يجي لنا فرصة بدري خلص الماتش موت الماتش خالص ويركب الماتش وده على العكس اللي حصل في مباراة القطن بالزبط وده كان المشكلة اللي كانت حاصة في ماتش سانداون وفي نفس الكلام برضو وكود بالك يا كابتن إسلام برضو آخر مباراة النادي اللي يتعصر فيها دايما كانت الهدف اللي بتخش النادي الأقلي كان دايما في آخر 10 دقائق وده كان زي ما بقولك كابتن إسلام أنت بتلعب برتم عالي طول المباراة بحسن عن الفوز أو بحسن أنت حفظ عن نتيجة مرسل كولر اللي عجبني فيه أول مباراة اللي فاتت أنه ما فضلش كابس ودايس بنزين لحد الآخر هدى الرتم بشكل جيد جدا شوت التاني قدر أنه جيب الجون التالت وموت المباراة تماما وأنه ما استنفسش العيبة بتاعته في الأمور البدنية فهي كانت مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي ولكن يا كابتن إسلام هي كانت قصة كلها أن القطن الكاميروني للأسف شكله بنسبة كبيرة هيكون الكبري اللي موجود في المجموعة ولكن يا كابتن إسلام مباراة كانت مباراة رائعة من النادي الأهلي والنادي الأهلي خد منها اللي هو عاوزه يا كابتن إسلام في الظل لضغط المباراة دي ما تسألش على أي حاجة غير أن أنت عاوز تكسب فقط وده اللي كان مهم أيمن يعني نكمل من كلام شاكر قندوسي أنا شايف أنه واحد من أهم مكاسب المباراة وجوده أنه بيلعب التسعين دي أتريب أن دي أول التسعين دي أيلعبها بشكل كامل في أفريقيا كمان أنت كنت محتاج الكواليتي دا من اللعيبة مع علي معلول أن أنت الحتة دي أن الاتنين في ناحية الشمال زي ما بنستعرض أهو أرقام القندوسي أرقام مميزة جدا وكمان هنشوف الخريطة بتاعة الحرارية بتاعته اللي هي تحركاته وخريطة الأماكن اللي لمس فيها الكرة كابتن إسلام كلها في أماكن هي يعني في فترة كان ندلقل كان محتاج حد في الحتة دي جن علي معلول يسند علي لأن معلول فعلا من اللعيبة اللي استنفذت بدنيا أخطأ فكرة فقدان الكرة بتاعه على مدارة تسعين دي تلت مرات بس للعيب وسط ملعب ده كواليتي كويس جدا بيساعد حمدي فتحي ويساعد كمان لما يرجع عمر السلاية في وجود ديانج ومروان عطية فأنا شايف أن القندوسي واحد من أهم مكاسب المباراة بالإضافة علي معلول طبعا لما بيضيع ركل الجزاء كابتن الناس كلها يعني ايه بتركز معاه والأمان هو مجهد بقاله فترة مجهد وتعبان جدا طبعا ف يعني نتمنى بقى أن المباراة اللي جاية تساعد أن علي معلول يريح يعني برضو أن أنت علي معلول واحد هو تقريبا كابتن إسلام لأ كابتن إسلام أنت النهاردة أكتر واحد مساهم في الأهداف تحت النادي الأهلي وعلي معلول صحيح فالنهاردة أنت لما بتريحه وبيحصل أي تعصر أول حاجة بتجي في دماغك إيه أنزله لحللي فالنهاردة تقول المباراة ده يتعبوا فأنا شايف أن قندوسي واحد من أهم مكاسب المباراة فكرة المكسب التجاري زي ما حضرتك قلتك كان مكسب ضد حاجة مهمة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية كابتن مصر صالح ربنا يدي له الصحة أولا دائما أنه علينا كده دي بوسة كابتن الإسلام دي خريطة الحرارية بتاعته أو التحركات بتاعته الأماكن اللي هي البول دي أوي دي الأماكن اللي هو أكتر أماكن تواجد فيها هتلاقي كلها ميلة ناحية الشمال عند علي معلول وده ظهر كمان في الكرة بتاعت الهدف الأول اللي هو جابه وكرة بتاعت الهدف الثاني الثالث عفو اللي جابه رقفة خليل والتمرير اللي هو عملها المعلول الخريطة اللي بعديها اللي هي أماكن اللي لمس فيها الكرة كلها أماكن هم موجود في الأماكن يعني هي ممكن تكون الكاف يعني مش واضح قوي بس هي النقط اللي هي الخضرة دي كلها كلها أماكن بص هم موجود في كل حتة في الملعب وكلها ميلة شوية ناحية الشمال عشان يغطي لما علي معلول يتقدم فدي كلها مكاسب مهمة جدا يبقى إن نتائج بعد كده تخدمك لأن الموضوع صعب للأمانة عشان يبقى بإيدينا لازم إحنا نكسب القطن بره يعني بعيدا طبعا مباراة سانداونس طبعا الأول أهم حاجة فيها إن إحنا ما نخرجش لقدر الله في هزيمة يعني التعادل أو المكسب ده بيخلي المجموعة لسه في إيدك لقدر الله فيه خسارة لسه فيه معاك الدنيا تمام أو يعني ممكن فكرة أهل موجودة ولكن هتبقى برضو مستني هدية أو مستني إن ما يحصلش مثلا مطشل سانداونس والهلال يحصل فيه مشاكل يمكن حتى برضو عشان نقفل الملف ده فيه يعني المجموعة دي وارد يحصل فيها تعادل في النقاط فانت النهاردة كمان فرق الأهداف ده مهم أنا هسألك بقى في الموقف الناد الألي في هذه المجموعة وما ينتظره بعد نهاية الدور الأول يعني إحنا حالياً مستنين طبعاً نتيجة مطش بكرة الهلال والقطن في السودان نتمنى يحصل فيها مفاجأة لأن القطن يعني واضح تمام مستوى صعب جداً يا كابتل الإسلام يعني فريق خسر أصلاً أول مطش على ملعبه ثلاثة واحد واثنين واحد واثنين واحد ونمطش اللعب وأول مطش العاوب برما العام مع النادي الأهلي ثلاثة صفر فالنهاردة هو فعلاً يعني الكبري زي ما شاكر كده قال الكبري بتاع المجموع فنتمنى أن نفرق الأهداف إحنا يبقى دايماً لصلاحنا أن إحنا لما نروح نلعب القطن هناك نستغل نلعب على عامل ده بتاع فرق الأهداف لأنه من العوامل اللي بتحسب لو نهاردة حصل فيه مثلاً أن النقاط متساوية سواء في تحديد المركز الأول أو حتى المركز الثاني المواجهات المباشرة نركز وإحنا راحين مع سانداونز حتة النتائج المواجهات المباشرة لأنها مهمة ممكن لو تعادلت في النقاط مع سانداونز تلجأ لحتة نتائج المباشرة النهاردة مع الهلال المباراة الأخيرة برضو وانت بتفكر في الحسابات انت خسرت وعد صفر فعشان تكسبه تحول تكسبه اتنين أو تلاتة عشان خاطر النتائج المباشرة والأهداف والحاجات دي لأن دي كلها ممكن تبقى حسابات موجودة معاك فانت تبقى عمل حسابك على كل السيناريوهات طيب برضو يا شكر يعني عايزين ناخد الحالات اللي تلعبت في مباراة الحالات الهجومية قبل ما نتكلم عن الحالات كابتن مارسي الكولر قدر مباراة جيدة جدا جدا من ناحية الفنية في مباراة الأوتن الكاميروني هو عارف أن أوتن الكاميروني ما بيلعبش لو بلوك بيلعب ميديم بلوك بيزق شوية الخاط الدفاع بيزق شوية لحد بفوق الثمانتاشر كده فدي بتسيب مساحات كبيرة جدا للنادي الأهلي فكان دايما يا كابتن إسلام مارسي الكولر بيعتمد على اللا مركزية وتبادل المراكز ما بين الوينج والباك وما بين القندوسي اللي كان ليه دور مهم جدا جدا قبل ما نبدأ هنا بالحالي بص يا كابتن إسلام هنا ده الهدف الأول للنادي الأهلي معيش نرجع الفريم اللي قبله هتلاقي الاتنين اللي عليهم دار ده حمدي فتحي وده القندوسي يبقى كده النادي الأهلي في طريقة الكرة معاه بيلعب أربعة واحد اتنين تلاتة القندوسي شايفينه هو حمدي فتحي الكرة مع علي معلول عاوز أوريك كابتن إسلام حركات القندوسي وطاهر محمد طاهر وعلي معلول وسويت شاتر بتعمل شوف الفريم اللي بعده القندوسي هنا يا كابتن بينزل عاوز ياخد الكرة من علي عفواr طاهر محمد طار عاوزينا اخد الكرة من علي معلول هيسحب معاه الباك رايد بتاع القطني الكاميروني عشان المساحة تتفضى للقندوسي اللي جري في المساحة الفاضية ولكن ما بيلعبروش علي معلول نشوف الفريم اللي بعده هيعمل الدابل بوست تاني هيطلع الكرة على طول طاهر محمد طاهر الفريم اللي بعده هيطلع الكرة تاني يا كابتن إسلام لعلي معلول نشوف الفريم اللي بعده عاوز أريك بس حتة يا كابتن إسلام شوف هنا القندوسي نكمل الفريم اللي بعده القندوسي هياخد الراجل ويطلع به بره يا كابتن إسلام عشان يسيب المساحة لمحمد شريف الكرة تتليها في داره نبص بقى الفريم اللي بعده يا كابتن إسلام هتشوف هنا بص محمد شريف هيبتدي يتحرك فين في الحتة اللي القندوسي يخد فيها الراجل بتاع نص الملعب وزقه لقدام شوية الفريم اللي بعده تتليه محمد شريف يتحرك في المساحة الفاضية بيلعب له على طول علي معلول الباص طبعا طاهر محمد طار أكتر من رائع في الزيادة العادية محمد شريف هنا يا كابتن إسلام بيسلم طاهر محمد طار وتحية كبيرة أول لمحمد شريف ده كنا نتكلم فيه مجرد ما لمس الكرة ودي كانت ميزة ومميزات كهرباء يتحرك على طول جهة 18 وبص هنا يا كابتن مهارة محمد شريف إن طاهر محمد طار أول ما قطع محمد شريف عارف كويس جدا الباك باص لو اتعاملت الزاوية ده يقفى محمد شريف فارمل علشان ياخد الكرة براحته خالص نفريم اللي بعده بياخد الكرة يا كابتن بيستلمه بمينه وبيحط بشمله ويحرز النادي الأهلي الهدف الأول طيب الكلام ده كابتن إسلام كان بيتم على الناحي الشمال بس لا الكلام ده كان بيتم على الناحي الشمال وعلى الناحية اللي مين هنا يا كابتن إسلام برضو نفس الموضوع بيرسي تاو هو اللي تحت خالص عندنا هنا عند الكادر واللي معاك كرة محمد هاني بص على الكندوس يا كابتن إسلام بص بيرسي تاو أول حاجة نفس التريكة اللي عملها طار محمد طار هياخد الباكليفت بتاع القوتن الكاميروني ويطلع بالبرا نشوف الفريم اللي بعده أول ما بيرسي تاو خاد الرجل اتحركت بص يا كابتن الكاندوسي راح فين في المساحة الفاضية ولكن طبعا حصل فاول الكرة ما كاملتش أنا جايب لك بس الحالة دي واريك كابتن إسلام إن ده اللي نادي لالي كان بيلعب عليه وزي ما أنت شايف القوتن الكاميروني زائق لحد بعد الثمانتاشر بشوية عشان نادي اهلي بدأ سهل على كتير جدا على نادي الاهلي نشوف الكرة اللي بعدها يا كابتن وهو الحالة بتاعة الهدف للنادي الأهلي نفس الكلام برضه يا كابتن إسلام بيبتدي الهجمة من تحت نكمل الكرة ده ياسر إبراهيم نشوف الفريم اللي بعده بص يا كابتن إسلام برضه بص يا كابتن إسلام برضه الكاميروني نكمل الفريم اللي بعده هنشوف ياسر ابراهيم بزوء الكرة على الناحية الشمال خالص موجود علي معلوله طهر محمد طهر وكندوسي ساحب الراجل عشان المساحة اللي اتنين من الاتنين سنتر باكي كابتن الاسلام طاضية تماما نكمل الصورة اللي بعدها هنا هيطلع ياسر ابراهيم الكرة ليه طهر محمد طهر وعاوزك بابوس يا كابتن الاسلام لولا ان كندوسي خد الراجل وطلع بره بقى محمد شريف لوحده مع السنتر باك نشوف الفريم اللي بعده اول ما طلع الكرة هنا ليه طهر محمد طهر علي معلول الاكتر من رائع طبعا هيعمل معاه الاوفرلاب هيجري من وراه وعاوزه لك بص يا كابتن اسلام اول مطار محمد طهر وعلي معلول امه بالزيادة العددية على الناحية الشمال الباك رايد بتاع القطن الكاميروني الطهر انه هو يبيع مكانه ويطلع يقابل علي معلوله. هو ده اللي هو عايزه اول ما هو الباك ساب فبقى محمد شريف كان معاه واحد من سنتر باك اول نشوف الفريم اللي بعده اول معالي معلول هيقرب السنتر باك هيبيع نفسه ويروح يعابل علي معلول تدخلق المساحة الفاضية لمن يا كابتن اسلام للقندوسي لا ده قندوسي بقى اللي جاي. نكمل الفريم اللي بعده عشان الكرة تتلاقي باوفر يا كابتن وسابق الراجل ان اللي جاي مغطي معالي ده الباكليفت للناحية التانية كل ده بسبب اللا مركزية اللي كان بيلعب عليها مرسل كولر ده برضو هنا انت حتى اللعيب اللي بينزل هو نازل بنفس التعليمات نفس التعليمات ما هي في الاخر انا بعمل جملة واحدة بالضبط هي فكرة فهي النهاردة دي الميزة في المشاطة اللي زادية كابتن اسلام وانت لعبت القطن انت لعبت القطن بقى في أجواء أسوأ كانت معا كور ده كابتن فدي ميزة نهاردة حضراك لما لعبت القطن في نهاية 2008 كان الملعب صعب لأجواء صعبة وكل حاجة صعبة وتعدلته اتنين اتنين النادي الاهلي الناس بطاقة تهاجم طول اصل ما فيش مهاجم يا جماعة طب واللي عندنا اللعبة نص الملعب دول ايه الراجل بقى عنده ما شاء الله كم من البروفايلات المختلفة في نص الملعب وكل اللي بينزل بيقدملك مرانة عطيها كابتن اسلام بينزل المباراة اللي فاتت بيقدم اكتر اكتر من راعة القندوسي بينزل يقدم ادارة اكتر من راعة خالد عب الفتاح راجل جوكر يقدر يلعب بك راية يقدر يلعب لازم يا كابتن اسلام بصراحة يعني برضو يعني ادارة تعقدات النادي الاهلي في الحتة دي جاي بيه لعيبة في نص الملعب هتديك افادة بشكل كبير جدا وهتديك اريحية ان انت عندك كذا لعيب ممكن تطلع بيهم بافضل اداء الراجل شطر جدا انه هو يخلي اللعيب يا كابتن اسلام يتنوع يعني حمد فتحي زي ما قلنا قبل كده كان محصول في ادوار الشر انه هو بيقطع بس وبيخبط حمد فتحي حمد فتحي واحد من اكتر اللعيبة اللي عملة اسستاته اللعيبة اللي بتشارك في كل الاهداف فهو هنا طبعا ميزة المدرب انه هو شخصية تقدر انه يتطور لعيب الكوروطار امكانياته ومرانا عطيها وكندوسي هبقى اليوم دور كبير جدا 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 فشان كده كابتن اسلام عشان يعني اخذ من حتة شاكر هي دي اللي احنا نقول لنا حرام في بعض الاوقات احنا بنضيع المجهود ده يعني لعيبة الاهلي حرام يعني فيه مجهود كتيرهم بيعملوه وشغل ساعات بيضيع بسبب فرصة بسبب قيمة الفرصة قرار قرار غلط اتاخد جوه الملعب مع ان الموضوع بيأسهل مع منافسين الامور فيها افضل فلا يعني نتمنى ان الفترة اللي جاية طول ما انت بتستغل الحاجات دي فرصة زي كرة محمد شريف حتى لو فو ماتش سهل ماتش سهل ممكن يتصعب خمسة اربعين تانية خمسة اربعين دقيقة تانية انت رايحت انت رايحت خالص كسبان اتنين صفر بتلعب براحتك خالص الامور ده مقبول بالزبط في ماتش القطن التاني في ميزة اللي كنت لسه هكملها لحضراتك ان الملعب اللي بنلعب عليه ده مختلف تمام بقى بتعكس الامم ده حاجة حلو الناس كلها اللي راح تجارها في الفين وتمانية لما راحوا مع المنتخب مش مصدقين هي دي فالنهار ده الملعب افضل بتلعب كمان الجو الماتش نتلعب فيه ساعة ستة فمش تلعب بقى ساعة ثلاثة والجو الحار فالامور افضل تخليك تقدر ان انت تطلع بالتلات نقاط تحديد انا بشوف ان انت لقى اول نبص على سانداونز اربع خطوات الخطوة الاولى انتهت الخطوة الجاية بعد سانداونز نبص للخطوة اللي بعدها لانه في النهاية البطولة الافريقية لها حسابات بقى نتكلم فيها في وقتها عموما خلونا نطلع فصل وبعد الفصل كيف هلعب المقاولون العرب امن من النادي الاهلي بكر اهلا وسهلا بحضراتكم وما الاخرى عزيزي المشاهدين ايمن كيف هلعب المقاولين العرب او ارقام المقاولين العرب خلونا نبدأ يعني المقاولين الموسم ده كابتن اسلام او تحديدا كمان مع كابتن شوئي غريب عاملين حالة صحيح حالة حلوة جدا ارقامهم مميزة هم دلوقتي دقليل مركز السادس بماتش يعني لما هيلعبوا معنا بكرة ويبقى ماتش زيادة عن نادي الزمالك اللي هو في المركز الخامس فهم السنة دي هو موجود في المنافسة بتاعة المربع مش فالك جبير في النقاط لا لا خلص يعني هوا يعني ممكن يكسب ماتش او يتعادل ماتش او حاجة يلاقي نفسه في الرابع مثلا او حاجة كده وكمان الماتش ده كابتن مؤجل من الدور الاول وفيه الفكرة بتاعة المقاولين بالنسبة لهم انه لو كسب مثلا نادي الاهلي او عمل مع نتيجة ايجابية لما ييجي مثلا الموسم لو طول شوية وجيه موضوع ارسال الاندية بتاعة افريقيا او حاجة زي كده فوفي دماغه موضوع الدور الاول يعني برضه هو هيحاول انه هو دايما يبقى موجود في الصورة عشان وارد يلاقي نفسه بيلعب في افريقيا وهو مثلا يعني في الطفور بنتائج الدور الاول او نهاية الدور الاول فالمباراة دي بالنسبة له مهمة طعمة جدا يعني مش مجرد مباراة بتلات نقاط قدام الناد لا وكمان في حلم بتاعه المقاولين مع الكابتن شاوي غريب عموم بيلعبوا بتلاتة خمسة اتنين بمشتقاتها يعني ممكن لها خمسة اربعة واحد تلاتة يعني مهم ان فيه تلاتة مساكين سراح بيلعبوا في الخط الخلفي ده مديهم قوة شوية دفاعيا للمقاولين العرب لو هنستعرض ارقامة كابتن اسلام فريق من الفرق اللي هي اقل فرق دخل فيها اهدف الدوري عموما بشكل عام فرق عندهم تمانية كلين شيت في الدوري ده رقم كويس يعني المقاولين السنة اللي فاتت كانت بتنفس على الهبو يعني فريق بنفس على الهبوط السنة دي موجودين في دائرة المنافسة من اقل الفرق اللي خسرت ماتشاط السنة دي النهاردة النادي الاهلي مخسرش خالص الحمد لله بيجي بعديه فيوتشر خسر مباراة بعد كده بيرامدز المقاولين العرب خسره تلات ماتشاط فده رقم مميز جدا عندهم استقبلوا 17 هدف في الارقام لما هنعرضها في حاجة اسمها الاهداف نتكلم دايما كابتن اسلام على الاهداف المتوقع للمهاجمين ايه او للفرقة لا فيه حاجة اسمها اهداف متوقع ان انت تستقبلها الاهداف المتوقع ان انت تستقبلها دي المقاولين العرب عليه 40 كرة 40 كرة كان متوقع ان هو يستقبلهم كاهداف يعني دي الارقام بشكل عام اتجالهم تلات ضربات جزائية سجلوها منهم راكلتين جوزيف وشهادة اللي والباكي الشمال اللي هو نقدر نقول علي معلول المقاولين العرب للموسم اللي بيقدموا بيحطوهم في زاوية صعبة زاوية قاتلة فوق في الزاوية اللي هي فوق دي على الشمال تقريبا بتاعته رهيبة فالنهاردة بقول لحركة اللي هي الاهداف المتوقعة تستقبلها 40 كرة 40 فص دخل فيهم كام 17 بس فده مع ان ان النهاردة هي فرقة الى حد ما الاهداف اللي بتستقبلها نسبتها قليلة يعني انت ممكن تروح عليهم محمد عبدالصعود عبدالصعود كويس وفكرة التلاتة اللي موجودين اه محمد عبدالصعود والتلاتة اللي هو بيلعب بهم بيدونوا الفكرة دي في المباراتين اللي هو مع الفرقتين اللي هم الكبار بينفسهم بنكلم الزمالك وفيتشير خرق صفر صفر ماتش الزمالك كان هو كمان بيلعب بنفس الطريقة دي وكان ليه الغلبة في الهجوم كان اهداف المتوقعة على فهو النهاردة المقولي العرب بشكل عام فريق جاي جدا فريق بيعرف يقفل كويس وبيحاول ان هو يخطف فكرة يعني برضو جوزيف اوشايا لو هنستعرض ارقامه قبل ما لان هي ارقامه هتبقى مرتبطة بالحالات اللي شاكر هيجبها لان هو لما بيلعب بالتلاتة دي هو بيسيب التلاتة ورق اوشايا ده بقى بينطلق يا بتقسيب بص يعني نتكلم نهاردة 1650 ديئة لو ترجمناها بالمباريات هو لعب 17 ماتش من 19 جايب خمس تجوان يعني باك شمال جايب خمس اهداف يعني عشان كم درقل الجزاء اتنين صنع جون يعني بنتكلم صناعة الفرص كمان 12 فرص المحاولات بتاعته اللي على المرمى دقة تمريراته معقولة المراوغات بتاعته بوسكا هو باك ليفت من 19 محاولة للترئيس رقص 10 مراته عدة الكرة التانية بياخدوا الكرة التانية في الحالات الدفاعية بتاعته بشكل كويس فهو كلعيب ككواليتي لعيب وبيلعب في منتخب اوغاندا يعني منتخب اوغاندا استدعى عشان الفيفا ديت اللي جاي فهو ككواليتي لعيب في الدور المصري في الباك الشمال واحد من اللعب المميزة جدا ومفتاح لعبه مهم جدا خصوصا في التلاتة ولما بقى هتلعب مع فريق زي نادي الاهلي بالنسبة لما قولين فريق بيلعب كرة هجومية وكرة مفتوحة فالنهاردة زي يعني الماتش اللي هو ظهر فيه والناس ركست معاقي كان ماتش الزمالك 0-0 لانه هو كان عامل خطورة من الناحية الشمال على النادي الزمالك قوي جدا ولولا التوفيق كان وقتها كان ممكن المقاولين يخرج الماتش دا كسبان 2-0 او حاجة زي كده والكورات كلها من الجبهة اليسر فهي دي كلها الفلسفة بتاعت المقاولين اللي كابتن شوق غريب عفوا بيعتمد عليها فكرة التلاتة وفكرة اللعب من التجميع من ناحية الشمال وكور طولية ولكن عندهم حاجة بقى نقدر نستغلها او حاجة مؤشر لحاجة الاخطاء بتاعتهم عدد الاخطاء اللي ارتكبها لعبت المقاولين في الدوري معداد 300 خطأ 300 فاول عملوه هم تقريبا تاني اكتر فريق في الدوري عمل فاولات فدي حاجة تتبين لك ان انت نهاردة مهارات لعبت النادي الاهلي ممكن تاخد فاولات من اماكن مميزة المقاولين العرب اكتر فريق في الدوري اتحسب عليه ضربات جزاء سبع ضربات جزاء فالنهاردة ده معنى ان هم في الحتة الدفاع عندهم سن سن طاور النادي الاهلي ماستحسب عليه تقريبا تلاتة او اربعة في نادي الزمالك ما تحسبش عليه خالص فهي الفكرة كلها في حتة رقلات الجزاء دي والاخطاء دي دي مؤشر طبعا احنا ما بنقولش ان دي حاجة لكن هي مؤشر نهاردة انت بمهارات لعبتك الكواليتي بتاع لعبت النادي الاهلي لما يكونوا مركزين ممكن في الواحد على واحد تاخد فاول مما كان مميز تلعبوا جيبي جون تاخد ضرب الجزاء دي كلها البطاقات اللي صفرة مع الدين التلاتين انذار فالنهاردة انت تقدر تلبسهم انذارات فدي كلها مؤشرات ان انت كنادي الاهلي لو بتحاول تلعب لعب اللي حنا نقول للتجاري عشان خاطر تخطف وتريح اللعب وتخليهم هم يفتحوا دي حاجات ممكن تلعب عليها وتستفيد منها كويس شكر الحالات اللي انت جايب بس كابتن قبل ما اتكلم احضوك على الحالات النازم نعرف برضو هم بيلعبوا ازاي هو كابتن شاوي غريب بيعتمد بشكل كبير جدا ان هو بيلعب الكورة عالي على جون اوكلي جون اوكلي قوي جدا بدنيا تيك اوف بتاعه عالي جدا بيطلع دايما ياخد الكورة كابتن اسلام وينزل اسند الكورة اللي بيجوا من نص الملعب سواء عبد الرحمن جبنا علي مين او سافيولا سافيولا على ناحية الشمال الاتنين متميزين جدا في سرعتهم وزي ما قولنا اوشايا برضو من الناس المهمة جدا هنا بص يا كابتن اسلام ده في مباراة الاخرانية خالص مباراة فارق وما قولينا عرب كورة بتتلعب منها بصعود من ضربة المرمى مين يا كابتن هايطلع يستلم هنا ده جون اوكلي بص يا كابتن اول ما استلم الكورة مين انتشوف الفريم اللي بعده مين اللي هيجري على طول يا كابتن اسلام ده سافيولا مين بقى اللي عليه السهم التاني اللي عند الكاد اللي لسه بالظبط كان بيكلم عليه ايمن اللي هو اوشايا واحد من اهم اللعيبة اللي موجودة بص يا كابتن على طول بيلعب الكورة في دار الدفاع هو هنا باكلفت كده هو هو هنا بقى خلاص هنا بقى بيقوم بقى الفكرة بتاعة التلاتة هي بتحرزة لي كده زي جيل بيرتو كده زي انا مع شوف يا كابتن دي كانت حاجمة خطرة جدا جدا للمؤولين العرب نشوف برضو يا كابتن كرة تانية هنا برضو المؤولين بيحاول يبتدي من تحت نشوف نكمل الفريم اللي بعده هيلعب الكرة عالية برضو مين طلع يستلم يا كابتن اسلام برضو جون اوكلي ومين اللي نازل ياخد الكرة منه بعد ما الكرة تنزل الساكن بول نكمل ده برضو عبد الرحمن جبنا هيلعب الباص وكان الشبه وده على فكرة كابتن ده الهدف اللي احرازه نادي المؤولين العرب في نادي فاركو بص بقى يا كابتن هنا زيادة العددية اللي موجودة دايما هو كابتن شاوي غريب بيلعب على الساكن بوله كرة ما عيش نرجع في ريم لحظة نرجع في ريم لحظة اول ما الساكن بول يا كابتن خالد سوريا كابتن بتنزل على طول بيجري على طول عمر سفيول عبد الرحمن جبنا عشان يعمل الأوفر وبتلاقى على طول يا كابتن اسلام زيادة عددية دايما جوه ودي ميزة من مميزات الكابتن شاوي غريب مع المؤولين العرب فلازم يا كابتن اسلام ان المباراة بكرة جون اوكلي اي كرة تتلاعب عالية لازم النادي الاهلي لعيبة نص الملعب سواء حد فتح يا قولي جانج او سواء حد من المساكين يطلع ياخد منه الكرة علشان ما يسمحش ان الساكن بول تنزل ويبقى فيه دربكة نشوف الكرة اللي بعدها برضو كرة دي كرة حلال اخرانية قبل ما تأخلك في المشاكل النادي معقولي العرب برضو يا كابتن دي كرة على الارض بشكل مبيه برضو وشاوي يا كابتن هو اللي مبتدي الهجمة ونشوف برضو جون اوكلي هو اللي بيستلم هينزل استلم منه نشوف الفريم اللي بعده بص يا كابتن اسلام اول ما وشاوي يديله الكرة نكمل برضو الفريم اللي بعده بص يا كابتن اسلام وشاوي بيجري على طول ياخد الخط جون اوكلي هيطلع له الكرة نكمل برضو الفريم اللي بعده ونسيب الكرة تمشي عادي بص يا كابتن هيخذ المساحة ويجري الراجل بيزق سريع جدا 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 والناحية التانية بيعمل الأوفر واحدة برضو كانت من أخطر الهجمات اللي كانت موجودة لنادي المقولين العرب وطلعت بار ولكن يا كابتن إسلام هنا بقى قبل ما نخش في الحالات دي يا كابتن إسلام نادي المقولين يا كابتن إسلام بيلعب 3-5-2 فاروقا ده اللي بيلعب لبرو فاروقا اللي بيلعب لبرو ده عنده مشاكل كبيرة جدا 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 في الطلوع بالكرة وعنده مشاكل كبيرة جدا لما حد بيضغط عليه أرقامه كانت سيئة جدا وأرقامه عموما سيئة اللي كان بيلعب ما كانه عمر فايد ولكن هو اللي بمرافض بص يا كابتن دي كرة ميتة خالص لنادي المقولين العرب نشوف الفريم اللي بعده الراجل بيتضغط عليه من عمر جمال بيقع يا كابتن لوحده خالص بشكل كبير والكرة بتتحول لنادي فارقه عشان تكون شبه انفراد وفعلا والكرة بالديع كرة تانية برضو نشوف يا كابتن دي كرة تانية بقى عاوزة أقف عند الكرة دي هنا كابتن ودي ضربة الجزاء اللي اتحسبت على نادي المقولين العرب في الديئة 91 ولي بسببها نادي المقولين العرب خلص المباراة لا نرجع بقى الفريم واحد قبل ما نلعب الكرة دي بص يا كابتن دي سامنا عمر جمال هيتطلع ياخد الكرة عاوزة أوريك فارقه ده مفروض انه سابق سابق الفريود بتاع نادي فارقه أول ما الكرة بتنزل الراجل يا كابتن اسلام بيزبق الفارقه نشوف الفريم اللي بعده الراجل بيزبق فارقه نكمل برضو الفريم اللي بعده وبص يا كابتن اسلام مدى التهور اللي عند الراجل الراجل اللي يعيب الكرة خبطت في محمد أبو الصعود الراجل أمي كمل في محمد أبو الصعود ووقع وكرة نزلت كان ممكن لعيب نادي فارقه يحطها ولكن كرة بتضيع ويرجع الفار بقى كابتن وأهريك الصورة نشوف بص يا كابتن الراجل اسمه فاروق ده راجل كارسي وخبط الراجل هنا وتحسب الضرب الجزاء في الديئة الأخيرة لنادي فاركو عشان يكسب منها التلات نقاط فضروري بكرة مهاجمين النادي يضغطوا على العيد ده أول ما ياخدوا الكرة ودائما نركزوا عليه أنه هو بطيء جدا جدا هو بيلعب لبرو كورته مش كويسة فلازم يضغط على فاروق ده لأن أرقامه كمان يا كابتن نسبة تمريرات بتاعته في المباراة اللي فاتت 47 في المية دي الحتة اللي هو بقوله علينا بنقوله المؤشر يعني احنا بقولنا أن المولي العرف فأخطأه يعمل أخطأ كتير جدا هي التهور حت دربات الجزاء فيها دي هي الأرقام دي بتترجم في الملعب فالنهاردة أنت عشان كمان موضوع أنت مطشين ده وكولر كان قال حاجة في المؤتمر الأخير هي ده الواقع اللي نادي الأهلي بيعيشوا أن الأهلي بيشتغل نظري أكتر من الملعب لأنه فيش وقت للملعب صحيح فهي القطاط اللي زي دي هي اللي ممكن عبت الأهلي تركز على تترجم بيها بادرة يا كابتين السلام انت عندها لس انت ظلس الجيم بادرة يا كابتين السلام بكرة هي رايح النادي الأهلي في الموتصاد فده مهم جدا قيمة الفرصة زي ما كان عيما بيكلم قيمة الفرصة دي شيء مهم جدا شوفنا احنا احرزنا هذا في مبارات القطن من ماتش ارتاح معنا إن شاء الله ده اللي يبقى موجود بكرة في مبارات النادي الأهلي نادي المقولين نادي الأهلي في شوت الأولان يخلص الجيم بيقدر بقى كولر إنه هو ياخد نفسه لعيبة تاخد نفسها يفكر في ماتش اللي بعده فان شاء الله بإذن الله كمان ده أخر ماتش دوري قبل أعتقد فترة التوقف يا كابتين السلام لأن احنا ما نروح لعب سانداونز الأسبوع ده هيبقى الحمد لله فاضي بما إننا هنلعب ماتشين بره أرضنا فالحمد لله يعني إن ما تحطلناش في ماتش كده من ماتشات اللي فجأة بنلاقيها فهنرايع شوية فيبقى جميل إن إحنا نبقى مرايحين نفسنا في المحلي ودي فرصة لما المنافسين بتوعك يعني هم كمان بيفرطوا في النقاط وما بيستغلوا يعني إحنا وقعنا في ماتش الداخلية الحمد لله بعديها في يوتشارت عادل بيرامدز والزمالكت عادلوا مع بعض فالأمور كانت طيبة يعني كويسة فكأننا ماتش داخلية ده كألم يك لا يبش فالمقاولين نهارده أنت تفرق تروح مرايح يحصل زي ما حصل في الدوري تخلص ماتشين أفريقيا بعد كده عندنا التوقف في الدوري لما نرجع تاني الدوري ترجع مرتاح لإليه لأن كل ده ليك أنت يعني كل ده طول ما أنت مرايح نفسك في الدوري هتفضل تضغط على المنافسين بتوعك هم يتخنقوا مع بعض براحتهم في الماتشات وإنت مرايح وسابق فالنهارده لو إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم وبتكمل في أفريقيا تبقى مثل السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أنت بتحارب بينا بتحارب بينا لا بتحارب في أفريقيا مثلا والدوري الحرب فيها خفيفة شوية عموما لن تكون الحرب أبدا هادئة دائما ستكون الحرب صعبة حرب الكروية طبعا رياضية صعبة للنادي الأهلي أنا بشكركم جدا أنا محبوظ على وجودك معنا شكرا جزيلا على وجودكم معنا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة وبكرة ما تنسوش أستودي بتحليلي لقناة ندي الأهلي قبل المباراة بساعتين على الهواء مباشرة كل كواليس ما يحدث قبل بداية المباراة على الهواء مباشرة مرة أخرى مع حضراتكم على شاشة قناة ندي الأهلي أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير